مع الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع لما انهمر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لما استتر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء الشهر سريعا ومر سريعا فاردت ان اختم هذه السلسلة رقائق في دقائق بهذه الرسائل هذه الرسائل ارجو من الله عز وجل ان تخرج من القلب الى القلب الرسالة الاولى لكل من اجتهد في رمضان لكل من وفق لفعل الخيرات اقول له اهتم بالقبول اهتم بالقبول قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة ليه انهم الى ربهم راجعون حتى ان السيدة عشر رضي الله عنه ظنت ان هؤلاء عصاه فاخبارها النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ناس صالحون يأتون بصلاة وزكاة وحد وعمل صالحة لكن خايفين هالربنا تقبل مني ولا لا هو ده اللي يشغلك انما يتقبل الله من المتقيم اشغل نفسك بمسألة القبول هذا الامر الاول الرسالة الثانية لكل انسان نظر الى عمله بتعظيم ده احنا عياتنا عيات يا اخي ده احنا ما سبناش ليلة غيرا ما صلينا وعملنا انت ختمت قد ايه انا بقولك بقى انا ختمت بقى كم ختمة وانت ختمت وانا ختمت ده انا صليت بعشر اجزاء وخمستاشر جزء يا اخي قول الحمد لله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله الذي وفقت الله الذي اعانك وإلا غيرك الكثير في رمضان قد افطر غيرك الكثير في رمضان قد زنى قد ارتشى اكربه وانت ربنا اعانك فقول الحمد لله عشان العجب ده ممكن يخلي العمل يحبط ياه بعد التعب ده كله يحبط اه عشان نسبت الفضل ليك انت الله الذي اعانك ووفقك لولا الله ما اهتدينا ولا صننا ولا صلينا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالله الذي وفق سبحانه جل في علاه الرسالة الثالثة اياك اخي المسلم بعدما رأيت النور قرأت القرآن وصمت وصليت وقمت الليل اوعى ترجع بعد رمضان زي ما كنت قبل رمضان من علامات قبل رمضان اللي انت بعد رمضان تكون افضل مما كنت قبله حسناتك بتكتر حسناتك تعلقك بالقرآن بيزيد لكن للأسف في ناس بتحط المصحف على الرف وتبعت له الطحية هشوفك ان شاء الله السنة الجاية هتوحشني هذه معاملة قاسية مع القرآن ومن الممكن ان يشتكيك النبي عليه الصلاة والسلام الى ربه وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة فنصيحتي اوعى تعاهد ربنا في رمضان على اشياء وتخلف عهدت ربنا اللي انت هتتعدل اوعى تتعاوك تاني عهدت ربنا اللي انت هتكون من اهل الخيرات من اهل الصداقات اوعى تبخل تاني عهدت ربنا اللي انت تكون بتسارع في الخير هنا وهناك واللي انت تبطل ذنوبه معاصي ولو وقعت وقوم بسرعة لسالة بعد كده بقول لكل واحد فات رمضان وادرك رمضان وما تغفرلوش في رمضان ربنا بيقول ولكن كونوا ربانيين الله غفور رحيم الله ورحمته وسعت كل شيء لا تبكي على اللبن المسكوب خلاص يا سيدي اللي حصل حصل خلاص رمضان فات هو سوق ونفض ربح من ربح وخسر من خسر المسألة انتهت فافتح صفحة جديدة من دلوقتي والتائب من الذنب كمال ذنب له افتح صفحة الآن حالا اقول يا رب هذه يدي مدت اليك انا رجعت حتى يا رب لو انا قصرت وانا عارف ان النبي قال من ادرك رمضان ولم يغفر له هذا عبد رغم انفه فانا تبط ورجعت والله المستعان ابشر بكل خير الرسالة الاخرى ليه اخواتي نساء المسلمين والمؤمنين انت في رمضان اتحجبتي ومشاء الله كنت محافظة على الصلاة قوة اله الحجاب بعد رمضان قوة اله الحجاب بتقوليش خلاص موسو معدى لا الحجاب ده فرض فرض علينا في رمضان وغير رمضان انتبه حتى يرضى عنك الله اللي قالك مش نفسك ربنا يرضى عنك مش نفسك تخش الجنة مش نفسك مش نفسك نتكلم في كلام كتير ما تلاقيش الهجاب كذلك رسالة لكل امرأة افطر في رمضان لعذر قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الضهر عشان المرأة تخرج من هذا الخلاف طب اخضي في رمضان في شوال طب عائشة رضي الله عنه كانت تقضي في شعبان اخرجي من هذا الخلاف وحاولي تصوم اللي عليك من رمضان في شوال وتجيبي الستة كمان عشان تدخشي وتدخلي في هذا الحديث بفضل الله عز وجل من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الضهر هذه رسائل هذه رسائل كذلك من هذه الرسائل الغالية خلي بالك من اولادك خلي بالك من اولادك اهتم بيهم احسن التربية انت مسؤول امام الله اكلهم حلال وابعد عنهم الحرام اي حاجة في البيت بتستجلب الحرام اي حاجة بتؤدي الى الحرام رقبها ووجهها واعدلها حتى تكون موفقا في اخيرتك ولله الحمد والمن هذه بعض الرسائل بعض رمضان الثبات الثبات ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ان كافة اوعى بعد ما تجمع لحسنات دي كلها تؤمر ميها مرة واحدة اسأل الله عز وجل ان يتقبل مننا ومنكم صالحة الاعمال وان يتقبل مننا رمضان وان يتقبل مننا الصيام والقيام اللهم امين اللهم ان كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك وان كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله وبريئان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك وكل سنة انت طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله في سدرة المنتهى مع الله حين يطيب النظر